اشتركوا في القناة 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 خلينا ندردش شوية كيف راح نبلش مع بعض بعد ذلك ان شاء الله تعالى منبلش نحكي بالمادة اخواني اي مشكلة بالدنيا صعب تنحله هي مشكلة كاملة طيب كيف ننحلها يا استاذ هاي المشكلة لازم تتجزة الى اجزاء صغيرة عشان اقدر اتعامل مع كل جزء على حدة واقدر اتعامل معه لانه انت قدراتك ربنا حط فيك قدرات هاي القدرات كبيرة ولكن احيانا المشكلة بتكون كبيرة اذا بتحاول تحلها مرة واحدة ما راح تقدر شو الحل انك تجزئها الى اجزاء اصغر وتتعامل مع كل جزء كأنه مشكلة بحد ذاته وهذا اللي انا عملته في المادة تبعتكو انا قدامي مادة مكون من ثلاث وحدات ما بلشت فيها بثلاث وحدات يجينا على الوحدة الاولى قلنا تعالي انت عبارة عن اكم درس عبارة عن اربع دروس كويس طيب يا درس اول انت اكم فكرة يجينا عدينا افكار الدرس الاول لقينا وعندنا فكرة العلاقة بين الاشتقاق والاتصال هاي فكرة الفكرة الثانية في عندي قابلية الاشتقاق من الرسم كمان في عندي فكرة اللي هي مشتقة اقتران الاسل الطبيعي كل هاي افكار تابعة للدرس الاول يجينا على الدرس الثاني كذلك الامر قسمنا افكاره لقينا الافكار هايها الافكار الموجودة طبعا هذا لا يعني انه ما في افكار فرعية في افكار فرعية ولكن افكار يمكن السيطرة عليها يعني هون العلاقة بين الاشتقاق والاتصال هون راح ادرس الاخترانات كثيرات الحدود وقابلية الاشتقاق الاختران المتشعب الاخترانات النسبية الاخترانات الجذرية القيمة المطلقة الى اخره ولكن هذا بظل ضمن عنوان فرعي زي ما احنا شايفين قدامنا كذلك الامر بالنسبة للدرس الثالث زي ما انتو شايفين مقسمينه لعدة افكار والدرس الرابع مقسمينه لعدة افكار كل فكرة من هاي الافكار احنا بدنا ندرسها بشكل منفصل وبدنا ناخذ عليها ورقة عمل وبدنا نعمل فيها عدة تمارين وانا بدا اكون مشرف عليك وانت بتحل كويس بعدين بعد ما نخلص باذن الله تعالى كل درس بناخذ في النهاية امتحان في هذا الدرس عشان نشوف معلوماتنا انها رسخت وسبتت ولا لا هاي هي الطريقة اللي رح نتعامل فيها اخواني الرياضيات تدريب الرياضيات عبارة عن تدريب السادة الرياضيات هو مدرب اي مهارة في الدنيا انت بدك تتعلمها لا يمكن تتعلمها اللي تتدربت عليها انك الظلم اعتمد على النظر هذا الشي غير كافي الرياضيات تعلم بالتقليد الرياضيات تعلم بالتقليد خصوصا رياضيات التوجيه لان معظمها عبارة عن مهارات عبارة عن مهارات شو تقليد يا استاد انا بدك ارسم لا يا ابني ما بيك ترسم انت بتقلد الاستاد بتفهم الفكرة الان فهمك هذا غير كافي فهمك شيء وانه ترسخ المهارة عندك شيء اخر انت فهمت المهارة لان الاستاد حلها قدامك فهمتها ولكن هل انت اكتسبتها هذا السؤال اكتسبت المهارة ولا لا الان هو انا بيجي وعمل ايش التدريب انك انت تمارس المهارة هاي بايدك انك تمارسها بايدك كثير طلاب بيكون بيطلع على الاستاد وفهم شو بيعمل الاستاد فهم كل شيء بيعمل الاستاد كويس فهم المهارة اللي بيشتغل فيها الاستاد هاي شو هي مهارة تجمع عددين اثنين زاد ثلاثة يزاوي خمسة طيب فهمناها الاستاد تشتغلها قدامنا فهمناها لما جيت احل ما عرفت ليش لانه انت فعليا فهمت المهارة لكن ما اكتسبتها ما اكتسبتها طيب كيف بدأ اكتسب هاي المهارة يا استاد لازم تجربها بايدك لازم تتدرب عليها لابد من انك تحل هيك رياضيات غير هيك ما في طريقة تتعلم رياضيات لا تعتمد على انك تظل تحضر بعينك لانه في النهاية ممكن تكون فاهم كثير مهارات وكثير موضوع ولكن ما اكتسبت هاي المهارات فاخواني نعود حالنا بالنسبة للرياضيات انه دائما وابدا لازم نحل بالورقة والقلم هذا الشي مفروغ منه عشان هيك انا عملتك دوسية تدريبية هاي الدوسية التدريبية بدأ نزلك اياها على مجموعة الواتس هاي الدوسية فيها الاسئلة وتعطيها فراغ ليش عشان انت تسحبها وتبلش تحل عليها طيب ايه انت بدأ بلش تحل عليها بعد ما تحضر الحصة انت بتحضر الحصة وبتشوي الحصة وبتفهم كل شي بالحصة بعد هيك تمسك هاي الدوسية التدريبية تمسك السؤال وتبلش تحل نفس الاسئلة اللي انا حليتهم ولكن انت بتجرب قاعد تحلهم وبتقلد الحل كيف بتقلد الحل تقليد واعي تقليد فاهم قاعد انت بتكرر الفهم بترسخ الفهم قاعد عمالك وبتوثقه بالورقة والقلم هاي الطريقة اخواني اللي احنا راح نعتمد عليها مش راح نعتمد بس اقول لك والله اقعد تتبع معي احنا مش ندرس الشعر قاعدين احنا ندرس رياضيات رياضيات اذا ما حليت بايدك لا يمكن انك تتعلم كويس اخواني تمام اول فكرة اخواني موجودة معانا هون اللي هي فكرة العلاقة بين الاشتقاق والاتصال هاي اول فكرة طارحها الكتاب لازم نفهم شو العلاقة بين الاشتقاق والاتصال وعشان نفهم العلاقة بين الاشتقاق والاتصال لازم نكون فهمين شو يعني اتصال شو يعني اتصال احنا درسناه بالاول ثانوي ولكن مش راح نعتمد احنا عدراستك له بالاول ثانوي فنشرحه شوية ونتوسع فيه شوية معشان تفهم شو يعني اتصال وبعد هيك نفهم شو العلاقة بين الاشتقاق والاتصال هاي اول فكرة احنا رح ندرسها باذن الله تعالى خليكم معانا خلينا نشوف كيف بدنا نفهم هاي الفكرة اول شغل اخواني ممكن الواحد يسأل لنفس السؤال يقول الشاذ اسم الدرس الاشتقاق طيب انا شو اهمية الاشتقاق انا شو بدي استفيد من الاشتقاق وليش بدي اشتق اساسا لما يكون عندي اقتران ليش بدي اشتقه عشان شو طيب خلينا نشوف مع بعض طلع الرسم اللي موجودة قدامك هاي هاي رسمة اقتران اسمه F of X هيك رسمته بهمني شقاعدته انا بديش اشتق ولا بدي اعمل اشي بس بدي افرجيك شو بنستفيد احنا من الاشتقاق شايف رسمة هذا الاقتران زي محنشبين هاي الاختران موجود قدامك هذا الرسم هاي بقدر ارسم ما للنهاية من الخطوط التي تتقاطع مع هذا المنحنة زي هيك الى اخره مستقيمات تمام لاحظ كلها ايش كلها تتقاطع ولكن في نوع معين من المستقيمات نوع معين من المستقيمات هذا النوع بسموه مماس بسموه مماس هذا المماس ما بيقطع المنحنة زي ما احنا شايفين هون زي ما احنا شايفين هون يمس المنحنة مس في نقطة واحدة في نقطة واحدة وهاي النقطة تسمى نقطة تماس تسمى نقطة تماس اذا من كل هالمستقيمات هاي ما بلزمني غير مستقيم واحد بهمني مستقيم واحد اللي هو يمس منحنة الاغتران في نقطة واحد زي ما احنا شايفين هون المرسوم بالأحمر طيب ممكن يكون عندي مماس سواء عند النقطة هاي اه ممكن يكون كيف بدي يكون يؤسل بدي يكون زي هيك وهون برضه بكون في مماس بدي يكون زي هيك هون بدي يكون في مماس بدي يكون زي هيك الى اخره كل نقطة قد يكون عندها مماس كل نقطة قد يكون عندها مماس أنا أخذت نقطة افتراضية اللي هي X1 و Y1 وهذه النقطة رسمت عندها مماس وهذه النقطة التماس تبعت المماس الموجود عندنا شو اسمها X1 و Y1 تمام؟ هذول بكون العبارة عن أعداد X1 و Y1 عند النقطة X1 زي ما احنا شايفنا طيب تمام أستاذ أنا ليش بدأ أدرس المماس أساسا؟ شو بهمني يعني ما عندي مستقيمات كثيرة تقاطعت وكذا ليش المماس بالذات نقيته تدرسوا يعني المماس إخواني مهم دراسة المماس عشان تعطيني انطباع عن الاقتران نفسه تعطيني انطباع عن الاقتران نفسه وخصائص الاقتران فأنا عندما أدرس المماس بصير عندي فكرة عن الاقتران نفسه كويس؟ فبالتالي هو الوحيد اللي بهمني هو الوحيد اللي بهمني طيب شو بهمنا من المماس أول شغلة الهوية تبعت المماس هي معادلته أي مستقيم في الدنيا الهوية تبعته المعادلة لازم تكون عارف معادلته عشان تعطي عليه حكم عشان تقدر تفهم انه شو خصاصه لازم تطلع معادلته ومعادلة المستقيم احنا بنعرف انه لها صورة عامة لها صورة عامة معادلة المستقيم تمام الصورة اللي انا بدي اياها منك اللي هي الصورة العامة كالتالي y ناقص y واحد بتساوي الميل في x ناقص x واحد هذه الصورة العامة لمعادلة اي مستقيم سواء مماس او غير مماس طيب يا أستاذ عشان أكتب معادلة أي مستقيم شو بلزمني حسب هاي المعادلة بلزمك التالي بلزمك نقطة بلزمك نقطة اسمها X1 Y1 وبلزمك شغلة ثانية الميل تبع هذا المستقيم عشان تقدر تكتب معادلته عشان تقدر تكتب معادلته طيب تمام خلينا نشوف أمثلة مثلا لو أنا أعطيتك على سبيل المثال قلت لك مثلا عندي نقطة يمر بها المستقيم مثلا نقطة 1 و 2 وعندك الميل يساوي ثلاث أو جد المعادلة المستقيم بقول لك تمام تعال بتسمي النقطة التي يمر بها المستقيم شو سميها سميها X1 و Y1 كويس وهي الميل وبتيجي على المعادلة هاي تمسك ال Y1 بتشيلها وبتحط Y1 لهي 2 وبتشيل X1 وبحط مكانها قديش 1 شو رح تصير معاك المعادلة بلزمك بالصورة التالية Y ناقص Y1 يعني Y ناقص Y1 قديش 2 إذن Y ناقص 2 تساوي الميل لو قديش ثلاثة هاي ثلاث في X ناقص X1 X ناقص X1 قديش عندي 1 هاي صارت معاك المستقيم هاي صارت معاك المستقيم بس ظل تهذيبها انك تهذيبها شو تعمل ادخل الثلاثة هاي جوه هون كويس شو رح تصير رح تصير Y ناقص 2 شو بدها تساوي 3 ضرب X اللي هي 3 X ناقص 3 ضرب 1 اللي هي 3 ثلاثة بعدين أخلص من ناقص 2 هاي كيف أخلص منها هاي زائد 2 وهون زائد 2 شو رح تصير شكل المعادلة صورة نهائية Y تساوي هي سالب 2 مع زائد 2 راحة 3 X زي ما هي سالب 3 بزائد 2 نطرح ما والإشارة الأكبر يعني ناقص 1 إذن هاي المعادلة تبعت هذا المستقيم الذي يمر بالنقطة 1 و2 وما له قديش وما له ثلاث طيب تمام أستاذ الآن إحنا إفهمنا إنه كيف بنطلع معادلة المستقيم بلزمني نقطة وبلزمني يش بلزمني ميل طيب أستاذ النقطة موجودة بالنسبة للمماس هذه اللي إحنا بدنا يش بدنا نطلع معادلته النقطة موجودة هايها X1 Y1 اللي هي هاي واقع المنحنة واقع المماس هاي نقطة التماس طيب تمام بيظل شو بدك بيظل بدك الميل بيظل بدك الميل الآن هون بيجي دور الاشتقاق هون بيجي دور الاشتقاق كيف بيحكي لك الميل عنده ميل المماس السادة المستقيم هذا ميل المماس السادة عنده النقطة هاي بيساوي ناتج تعويض النقطة X1 ناتج تعويض النقطة X1 وين في مشتقد الاقتران في مشتقد الاقتران أي اقتران لا مش أي اقتران الاقتران اللي هو المشترك مع المماس في نقطة التماس تمام إذن باشتق الإقتران وبعوض في X1 شو بعطيني بعطيني الميل كويس يعني أنا الاشتقاق ببكني من إيجاد الميل الجواب نعم بماكنك من إيجاد الميل طيب ليش بدأ وجد الميل مع شان أطلع معادلة المماس واضحة واضح إذن أهمية الاشتقاق واحد إيجاد إيجاد ميل إيجاد ميل الإقتران ميل المماس طيب كويس طيب ليش بدأ وجد ميل المماس أساسا أنا ليش بدأ وجده أنت بكتوجد ميل المماس عشان أطلع إيش عشان أطلع معادلته لإيجاد معادلة المماس ليش بدأ وجد معادلة المماس هاي إن شاء الله تعالى تعطيك لقدام شوية لح تفهم شو بستفيد من معادلة المماس لمعرفة خصائص منحنا الإقتران إذا كان سالب إذا كان ميل وهموجب إذا كان إلى آخير كل هاي الخصائص ونتعلمها إن شاء الله تعالى طيب تمام يا أستاذ إذن وظيفة الاشتقاق أو أنا أهمية الاشتقاق بالنسبة لي إيجاد ميل المماس زي ما إحنا شايفين طيب هذا شؤالين إخواني لازم تكون قادر على الإجابة عليهم بعد نهاية الدرس الأول أو الفكرة الأولى إنه بحكي لي هل كل اقتران متصل عند نقطة يكون قابلا للاشتقاق عندها هذا شؤال شؤال الثاني هل الاقتران القابل للاشتقاق عند نقطة يكون متصل عندها معنى الحكي الاتصال والاشتقاق إذا كان متصل هل بالضرورة يكون قابل للاشتقاق طيب والعكس إذا كان قابل للاشتقاق هل بالضرورة أن يكون متصل فشو بعطيني يعني مين فيهم بعطيني الثاني هذا الإشيء إحنا رح نكون قادرين على معرفته بإذن الله تعالى طيب قبل ما نحكي عن هذا الحكي خلينا نحكي عن الاتصال وقبل ما نحكي عن الاتصال إذا أنت ما فهمتش شوية عن النهاية مش رح تفهم شوية عني اتصال فخلينا ندردش شوية عن النهاية نعرف كيف بنجد النهاية شو المعنى تبع النهاية شو التفسير الهندسي للنهاية ومن ثم نحكي عن الاتصال ومنكمل في درسنا فإذا إحنا قديما نراجع شوية معلومات هاي المعلومات مهمة بالنسبة لنا عشان نفهم الاتصال قدام نرسمة اقتران زي ما احنا شايفين هون هذا الاقتران اسمه F of X بساوي X تربيع ناقص X زائد واحد هاي قاعدته وهذا اسمه اسمه F of X وقاعدته X تربيع ناقص X زائد واحد تمام تمام يجينا على الاقتران هاي مرسوم معاي أنا بهمني الشعبة هاي من الاقتران بهمنيش الشعبة الثانية على الشمال بهمني هاي الشعبة يجينا على نقطة افتراضية اللي هي الاثنين وعند الاثنين قلنا لك شو صورة الاثنين وعملت خط عمودي لقيتها ثلاثة او عوصت مباشرة هون اثنين تربيع اربعة ناقص اثنين اثنين زائد واحد ساوي ثلاثة قلنا لك تمام تمام اذا صورة الاثنين قديش ثلاثة قلنا لك ما بدنا صورة احنا الاثنين احنا بدنا بدنا ياك تعمل التالي بدنا تأخذ قيم اكبر من الاثنين وتبلش اتقرب على الاثنين وتأخذ صورها يعني تأخذ قيمة صغيرة جدا يعني أبعد عن الاثنين شوي صغيرة وتأخذ صورتها كويس وتأخذ قيمة أصغر منها كمان وتأخذ صورتها وكذلك الأمر أصغر 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 بس ما تصل الاثنين الظل تقرب على الاثنين وتشوف للصور وين بتروح النتائج الصور ناتج تعويض هن وين بروح هذو الحك يعملنا بجدول زي ما احنا شايفين أنا بديك تلاحظ على الجدول بس الفكرة اللي بحكي لك عنها إنه وين بنقرب إحنا لما بنقرب على الاثنين من اليمين من اليمين لاحظ عندكم اثنين وواحد بالعشر هاي صورتها ثلاثة بوين ثلاثة إلى آخرين بعدين قيمة أصغر منها هاي قربنا على الاثنين اللي هو هون قربنا على الاثنين لثنين وخمسة بالمية هاي صورتها كان الثلاثة ثلاثة بالعشر أو شو صارت ثلاثة بواحد بالعشر أو خمسة بالمية أصغر يعني طيب كمان قربنا شوية من 2.5% إلى 2.1% اقتربنا أكثر من 2 لاحظوا الصورة اقتربت من 3 صارت 3.3% قربنا كمان أكثر 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 كل ما قربنا من 2 الصور ناتج تعويض شو يقرب من قديش يقرب من 3 كان 3.3 صار 3.1% صار 3.1% 100.000 قاعد نقرب من 3 إذن نقرب من 3 فإذا نستطيع أن نتحدث عن مين كلما اقتربت قيم X من 2 كلما اقتربت قيم X من 2 من اليمين قيم A of X تقترب من 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 3 الصور تقترب من 3 لو جئنا وعملنا نفس الحكي من وين من اليسار أخذنا قيم من اليسار قيمة بعيدة شوية بعيدة شوية عن 2 من اليسار واخذنا صورتها بعدين اقتربنا شوية واخذنا صورتها واقتربنا كمان واخذنا صورتها تمام؟ هذا اللي سويته أنا هون لاحظ أنه كلما اقتربنا من 2 برضو القيم قاد تقترب من إيش كانت 2.7 2.8 2.9 2.9 قالت اقترب من و вари قالت تقترب من الثلاثة فإذا هون كلما اقتربت القيم من اليسار من الاثنين الصور وقترب من 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 الثلاثة هذا الحكي واجه اسمه النهاية من اليمين انه نهاية الصور تقترب من ايش لما X تقترب من اليسار لاحظة تقترب للثلاثة تقترب من الثلاثة فبنحكي limit f of x لما x تقول الاثنين من وين؟ من اليمين يعني الصور وين تقترب لما x تقترب للاثنين من اليمين قاعدة تقترب الصور للثلاثة طيب من اليسار هاي معناها او تفسيرها الرياضي اني بحكي limit f of x لما x تقول للاثنين من اليسار اي ان قيم f of x لوين تقترب لما x تقترب للاثنين من اليسار بردو تقترب مين للثلاثة إذا طالما من اليمين عندي تقترب من الثلاثة ومن اليسار تقترب من الثلاثة فهون بحكي بشكل عام بدون يمين أو يصار بشكل عام النهاية أو النهاية limit F of X لما X تقوم بشكل آخرين سواء يمين أو يصار بدون تحديد تقترب من مين من الثلاثة إذا هون النهاية زي ما إحنا شيفين ساوي ثلاثة طيب وأستاذ لو أنا لما عوضت الأرقام هنا اقتربت من القيمة الخمسة مثلا ومن انتبه اقتربت من القيمة الثانية السبع في هذه الحالة هل ح live تمكنك تقوم بتساوي قيمة مختصة معينة؟ ، أخبرتكل لين عندما تكون من اليمين ويسار يقترب من نفس النقطة عندما الاقترام تقترب من نفس العدد يمكنك التaty soort عاشر نحن نحن بتساوي العدد من ظاهيم من اليمين تصوير 3 بعد ماicia على 3 إذن بشكل عام بحكي بتساوي قديش بتساوي ثلاث إذن هذا هو تعريف النهاية وشو معنى أنه القيم تقترب من عدد معين فأنا بحكي النهاية من اليمين إذا بأخذ قيم أكبر من العدد قيم أكبر بشيء بسيط يعني شوية شويتين كويس وقيم أقل وألاحظ أني كلما اقتربت من العدد الثنين الصور قادة تقترب من مين من الثلاثة زي ما احنا شايفين فبهاي الحالة شو بنحكي بنحكي أنه نهاية هذا الاقتران عندما إكس تقول للاثنين تقترب من الاثنين تقول معناته تقترب بتساوي قديش النهاية هاي بتساوي اللي هي بتساوي ثلاث طبعا إخواني مش دائما النهاية موجودة أحيانا ممكن النهاية من اليمين تكون موجودة والنهاية من اليسار تكون موجودة وما تكون متساوية ما تكون متساوية يعني مش متشابه هون وهون فبالتالي بتكون هيك بشكل عام بحكي النهاية غير موجودة موجودة من اليمين وموجودة من اليسار ولكن غير متساويات إذن النهاية غير موجودة وفي بعض الأحيان بتكونش النهاية موجودة أساسا لا من اليمين ولا من اليسار بتكونش موجودة فإذن إحنا إخواني إن شاء الله تعالى بدنا نتعلم هذا الحكي كله ونشوف اقترانات بحيث أن النهاية تكونش موجودة ونوخذ عليها أمثلة بإذن الله تعالى هذا القدر إخواني بد أنك تفي إن شاء الله يتعالى بس بدي منك شغلة إنك ما تراكم على حالك شيء ابدأ حصة بحصة لا تراكم معلومات خلي دائما خليك دائما يعني أول بأول أدرس معشان ما تراكم عليك المعلومات وتسير ضايع مش عارف كيف بدك تبلش من الجديد إن شاء الله يتعالى رح نشوفكو في الحصة الثانية رح نتابع من حد ما وصلنا بإذن الله يتعالى يعطيكو العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا